مرور مزدحم وأسواق مكتظة بيع وشراء وبضائع معروضة ومارة في الطرقات وأمام المحال التجارية كل شيء بدى طبيعياً غداة الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على مواقع إيرانية إسرائيل وجهت ثلاث موجات من الضربات المتلاحقة استهدفت بها نحو عشرين موقعاً لأهداف حيوية إلا أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران قللت من أهمية الهجوم وأكدت أن الدفاع الجوي للبلاد تعامل معه بنجاح الأمر الذي يرى مراقبون أنه قد يوفر وسيلة لعدم الرد وتجنب المزيد من التصعيد خاصة أن الضربات الإسرائيلية لم تشمل مواقع نفطية أو نووية ويرى هؤلاء أن ما سمي بالرد الإسرائيلي على رد إيران السابق على عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل قد لا يتطلب رداً جديداً من طهران وهو ما يعزز فرص التهدئة وكسر ذائرة التصعيد ومن جانب آخر تتزايد المخاوف لدى كثيرين من أن هذا التصعيد قد يدفع إلى الاقتراب من حرب شاملة في وقت يحتدم فيه الصراع في الشرق الأوسط إذ تستمر إسرائيل في حربها الشعواء على قطاع غزة ولبنان وبين هذا وذاك مصير المنطقة لا يزال يكتنفه الغموم فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أنها ملتزمة بالدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية بينما جدد الجانب الإسرائيلي وعيده لإيران كذلك بضربة أخرى حال أقدمت على أي تصعيد خلال القطرة المقبلة